سبعة عشر عاماً وأفغانستان تحت نار الحرب قوات أجنبية تحاول جاهدة تثبيت الحكم في بلد مضطرب يقابلها معسكر مناوة على رأس حركة طالبان ومن معها بوتيرة عملياتها العسكرية المتصاعدة التي وصلت يدها قبل أيام إلى مقر المخابرات في ولاية وردك بينما كانت يدها الأخرى في ذلك الوقت تفاوض الأمريكين أنفسهم في قطر المفاوضات التي استغرقت ستة أيام قال عنها المبعوث الأمريكي زلمي خليلزاد إنها أحرزت تقدماً أكثر من أي وقت مضى وأكد وهو في طريقه إلى العاصمة الأفغانية كابل أن جولة أخرى من المحادثات ستستأنف قريباً وستناقش للقضايا الحساسة ورقة التفاوض تضمنت أيضاً مقترحات عديدة كسحب الولايات المتحدة قواتها في أقل من عامين مقابل ضمانات من طالبان بعدم إيواي أي مسلحين أجنب بالإضافة لاتفاق الطرفين على تبادل السجنة ورفع حظر السفر المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية على قيادات الحركة التي أكدت بدورها أن هناك تقدماً في المفاوضات لكن ما زال هناك المزيد من الجولات بشأن المواضع المعلقة وترفض حركة طالبان الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية التي تعتبرها أداة بيد واشنطن إلا بعد الاتفاق على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد وتحديد موعد لذلك الجارة باكستان باركت مفاوضات الدوحة ورأتها انتصاراً دبلوماسياً كبيراً بحسب وزير الخارجي الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد أن حكومته لعبت دوراً حيوياً في جمع الولايات المتحدة وطالبان إلى طاولة مفاوضات واحدة توقيت المفاوضات جاء بالتزامن مع التقارير عن نية الإدارة الأمريكية سحب سبعة ألف جند من قواتها العاملة في أفغانستان بعد أن باتت الحرب هناك وكأنها تسير إلى ما لا نهاية بعد أن توحلت أقدام الأمريكيين عميقاً في مستنقع أفغانستان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر